المتابعين الكرام في المملكة العربية السعودية أصدر الله وقاتلكم بكل الخير إليكم نشرة الأحوال الجوية استقرت الأجواء اليوم في كافة ومختلف مناطق المملكة وكان التقس مستقرا لم يتم رصد أي زخات أمطار سوى في مناطق ضيقة جدا ومحدودة من أقصى جنوب غرب المملكة ولكن بشكل عام أيضا كانت الأجواء بعض الشيء مغبرة خاصة في منطقة حفر الباطن هذا ما تشير إليه صور الأقمارة الصناعية التي تشير إلى تقريبا خلو سماء المملكة من أي صحب ومتلصها بعض الصحب المتوسطة والعالية في الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة يتوقع استمار هذا الاستقرار على الأجواء خلال الثمانية واربعين ساعة القادمة في بحر العرب ما زالت منطقة الضفار من سلطنة عمان وصلالة تتأثر بهذا المنخفض المداري الشديد والذي مستمر منذ عدة أيام جلب كميات هائلة من الأمطار تجاوزت أربعمائة مليمتر في مدينة صلالة الساحلية وهذا المنخفض المداري هو منخفض جوي مداري بطيء الحركة وهو يزيد من قوته بسبب بطوء الحركة هناك نشرة جوية خاصة بشأن هذه الحالة المدارية سيتم بثها عبر قنوات تقس العرب تتحدث عن مصار هذا المنخفض المداري والذي ربما يؤثر على أجزاء محدودة من المملكة اعتبارا من يوم الثلاثة قد تكون شرورة هي المنطقة التي تحت المجهر بشأن الأحوال الجوية المقبلة باتجاه المملكة عودة إلى الأجواء هذه الليلة في العاصمة الرياض تقس سيكون بوجن عام صافي درجة حرار 29 درجة جمعية والتقس تافئ طبعا بوجن عام وجاف درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى ليلة الأحد على الاثنين تبدأها من شمال المملكة سكاكا من 36 إلى 24 في حرارة من 35 إلى 22 وفي تابوك من 36 إلى 21 درجة موية رياح نشطة في جدة من 35 إلى 25 أجواء مغبرة بشكل بسيط في المدينة المنورة مع تقس حار من 43 إلى 29 في مكة مكرمة من 39 إلى 28 وفي الطائف من 34 إلى 25 مع انحصار في فرص الأمطار في أغلب مرتفعات غرب وجلوب الرب ولكن إلا أجزاء محدودة فمثلا في الباحة أباحة عفواً فيهم 30 إلى 19 مع فرصة ضعيفة لأن تشهد زخات رعبية من الأمطار في الباحة من 30 إلى 23 وفي جزاء من 33 إلى 30 درجة موية في منطقة الإحساء غدا تقس مغبرة بعض الشيء لكن ترتفع درجة الحرارة إلى قيم عالية وتكون أجواء شديدة الحرارة تصل إلى 46 درجة موية العظمى الصغرى 30 درجة موية أجواء حارة إذن في الدمام من 42 إلى 30 تستمر الأتربة المثارة أيضا في منطقة حفر الباطن من 40 إلى 28 درجة موية المناطق الوسطى من المملكة في العاصم الرياض يبقى تقس حار 42 إلى 28 لكنه مستقر كذلك الأمر في القصيم من 40 إلى 25 أما في حائل من 37 إلى 25 درجة موية الأحوال الأجوية وتوقع خلال الأيام القادمة في العاصم الرياض أجواء مستقرة من ناحية الدرجات الحارة ترى بقى من 42 إلى 43 في ساعة النهار ومن 28 إلى 30 في ساعتين مع طقس حار بوجه نهام في أغلب مناطق المحافظة وفي أغلب مناطق المملكة تابعونا في نشرة جوية خاصة عن بحر العرب والتوقعات بشأن الحالة المدارية السائدة هناك فيما إذا سيكون هناك هذا المسار أين سيتجه وتفاصيل أكثر عبر تلك النشرة الخاصة الرابعة دمتم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة